أهلا بكم مشاهدين الكرام ورد إلينا الآن هذا النبأ العاجل يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الخميس منطقة تشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان حيث يشهد بدء موسم حصاد القمح وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في طار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة وتدعم الأمن الغدائي وزيادة الصادرات وتحقق طفرة زراعية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة وأضف المتحدث الرسمي أن مشروع تشكي يعدل أكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته وكذلك توفير جميع المقاومات اللازمة لنجاحه وهو الأمر الذي تطلب القيامة بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية أو الفني أو ما يتعلق بتوفير مياه الريء ومصادر الطاقة وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر نعيد على حضراتكم هذا النبأ العاجل يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الخميس منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان حيث يشهد بدء موسم حصاد القمح وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعواد اقتصادية كبيرة وتدعم الأمن الغدائي وزيادة الصدرات وتحقق طفرة زراعية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروع توشكي يعدل أكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات السيد الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية أو الفني أو ما يتعلق بتوفير مياه الريء ومصادر الطاقة وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشابكة الطرق القومية وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر ترجمة نانسي قنقر